السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الرابع الابتدائي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نحل نماذج امتحانات استرشادية مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي لفصل الدراسي الثاني امتحان اخر العام فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب الاختبار رقم واحد السؤال الاول الف ضع علام الصح او خطأ امام العبارات الاتية واحد تساعدنا الالواح الشمسية على تحويل الطاقة الشمسية الى كهرباء العبارة صحيحة رقم اثنين تستخدم تربونات المياه في توليد كهرباء من طاقة حركة المياه العبارة صحيحة رقم ثلاثة تتغير مظاهر السطح عند تعرضها العمليات التجوية والتعريق والترسيب العبارة صحيحة رقم اربعة تتميز الاخديد بالعمق الكبير والجدران شديدة الانحدار العبارة صحيحة رقم خمسة يعتبر النفط وقودا حيويا بينما يعتبر الفحم النباتي وقودا حفريا العبارة خطأ رقم ستة معظم سلاسل صور الطاقة تبدأ بطاقة القمر العبارة خطأ رقم سبعة تنتج الشمس طاقة كيميائية العبارة خطأ رقم تمانية عندما يزداد تضفق المياه على الصخور تزداد التعريق العبارة صحيحة في رقم بقى اجب عن الاسئلة الاتية واحد ينتج المصباح الكهربي طاقة ضوئية وطاقة حرارية حدد ايهما طاقة مهضرة يبقى الطاقة المهضرة الطاقة الحرارية في رقم اثنين تتفتت صخرة بسبب نمو النباتات بها وتتفتت صخرة اخرى بسبب الاحماض الناتجة عن نمو بعض الكائنات الحية الدقيقة على الصخرة وضح اي من هذه الصخور تفتتت بفعل التجوية الميكانيكية يبهن عندنا الصخرة التي تفتتت بفعل التجوية الميكانيكية الصخرة التي تفتتت بسبب نمو النباتات بها الصخرة التي تفتتت بسبب نمو النباتات بها السؤال الثاني اخطأ اجابة صحيحة واحد الماء من مصادر الطاقة المتجددة وهذا يعني هنا جملك مجموعة اختيارات عدم المحافظة على الماء استهلاقه بمعدل اسرع من تكونه تعويض ما يستهلك منه في وقت قصير تلويس الماء باستمرار فنختار تعويض ما يستهلك منه في وقت قصير في رقم اثنين تغير لون الصخور عند تفتتها تجوية ميكانيكية تعريض تجوية كيميائية ترسيب فنختار تجوية كيميائية رقم 3 يتكون الفحم في الاصل من بقايا كائنات بحرية نباتات جافة دينصورات اشياء غير حية فنختار نباتات جافة رقم 4 عند تشغيل مصباح الكهربي تتحول الطاقة نغط الى طاقة نغط هنا يقول لك الكهربية الى ضوئية الكيميائية ضوئية الحرارية الكهربية الكيميائية الحرارية فنختار الكهربية الى طاقة ضوئية رقم 5 اي مما يلي ليس من عوامل التجوية والتعريض والترسيب هل الماء الحرارة الضوء الرياح فنختار الضوء رقم 6 الطاقة المستهلكة في الاجهزة تسمى مدخلات مخرجات طاقة ناتجة طاقة مهضرة فنختار مدخلات رقم 7 اصل تكون النفط هو بقايا دينصورات بقايا النباتات كائنات بحرية الخشب فنختار كائنات بحرية رقم 8 تحدث عملية الترسيب عند التقاء النهر بالبحر مكونة سخورا ساحلية الدلتا الوديان الاخدود فنختار الدلتا في رقم بقى صر العمود الف بما يناسبه من العمود به العمود الف يبلك الشمس الشمس طاقتها الضوئية تتحول الى كيميائية في النبات نوصلها بيها رقم 2 البنزين البنزين سائل يستخدم كوقود للسيارات نوصلها بيها السؤال الثالث اكمل اليوم للتالية واحد تعتبر الطاقة نغط هي الطاقة المختزنة في الغزاء الطاقة الكيميائية نكتب هنا الكيميائية رقم 2 عملية نغط تحدث عند انتقال الرمال او التربة من مكان لاخر عملية التعرية نكتب هنا التعرية رقم 3 يطلق على الاشعة الصادرة من الشمس الطاقة نغط الطاقة الاشعاعية نكتب هنا الاشعاعية رقم 4 تستخدم الطاقة نغط التي تنتقل عبر الاسلاك في تشغيل اجهزة يبا تستخدم الطاقة الكهربية نكتب هنا الكهربية رقم 5 تتكون الكزبان الرملية عند تعرض الرمال للتعرية بفعل نغط بفعل الرياح نكتب هنا الرياح رقم 6 الطاقة المستهلكة عند تشغيل المتفاء الكهربية هي طاقة نغط هي طاقة كهربية رقم 7 تفتت الصخور بسبب حفر السناجب بها يعتبر تجوية تجوية ميكانيكية نكتب هنا ميكانيكية رقم 8 تتحول النباتات الى فحم بفعل الضغط ونغط والحرارة نكتب هنا الحرارة في رقم B اجيب عن الاسئلة الاتية ما العوامل التي ادت الى تكون الدلتا التعرية بفعل الانهار طب رقم 2 اكمل سلسلة الطاقة التالية التلفاز هنا يقول لك طاقة نغط الى طاقة صوتية طاقة كهربية الى طاقة صوتية نكتب هنا طاقة كهربية الاختبار رقم 2 السؤال الاول الف ضع علام الصح او خطأ امام العبارات الاتية واحد تحدث عملية التجوية في فترة زمنية قصيرة العبارة خطأ رقم 2 الخشب من مصادر الطاقة غير المتجددة العبارة خطأ رقم 3 الطاقة المتجددة هي الطاقة التي لا تنفد مع استخدامنا لها العبارة صحيحة رقم 4 تتغير مظاهر السطح باستمرار مع مرور الزمن العبارة صحيحة رقم 5 الطاقة النتيجة عن تشغيل المصباح اليدوي هي طاقة ضوئية العبارة صحيحة رقم 6 تستخدم توربينات الرياح في توليد الكهرباء من طاقة حركة المياه العبارة خطأ رقم 7 يوجد فقد في الطاقة عندما تتحول الطاقة من صورة الى اخرى العبارة صحيحة رقم 8 يعتبر الوقود الحفري مصدرا للطاقة المتجددة العبارة خطأ في رقم با اجب عن الاسئلة الاتية 1 تستخدم عربات اكتشاف المريخ الالواح الشمسية للحصول على الطاقة وضح السبب لان الطاقة الشمسية مصدر للطاقة المتجددة المتاحة في الفضاء لان الطاقة الشمسية مصدر للطاقة المتجددة المتاحة في الفضاء رقم 2 أثناء هبوب عاصفة رملية تجمعت كمية كبيرة من الرمال فتكون مظهر سطح جديد وضح اسم هذا المظهر السطحي الذي تكون فنكتب نيك كسبان رملية السؤال الثاني ألف اختر إجابة صحيحة واحد تساعدنا نغط صور الطاقة التي تتبع مصاري الطاقة وتحولاتها تساعدنا سلاسل مصادر مدخلات مهضرات تساعدنا سلاسل صور الطاقة نختار سلاسل رقم اثنين يعتبر النفط مصدر طاقة متجدد مصدر طاقة غير متجدد وقودا حيويا غير ملوس للبيئة فنختار مصدر طاقة غير متجدد في رقم ثلاثة تعمل معظم محطات الطاقة لتوليد الكهرباء باستخدام الرياح الوقود الحيوي الوقود الحفري الطاقة الشمسية فنختار الوقود الحفري رقم أربع لترشيد استهلاق الوقود الحفري يمكننا أن نستخدم الفحم بدلا من الفحم النباتي نستخدم النفط بدلا من الخشب نستهلك المزيد من الكهرباء نرشد استهلاق الطاقة فنختار نرشد استهلاق الطاقة رقم خمسة يصدع الحديد المكون لمعادل الصخور عند تعرضه لعملية التعريف التجوية الكيميائية الترسيب التجوية الميكانيكية فنختار التجوية الكيميائية في رقم ستة نستطيع انتاج الكهرباء بمصادر غير ملوسة للبيئة مثلا الفحم الرياح البنزين الغاز الطبيعي فنختار نختار الرياح نختار الرياح رقم سبعة تتحول طاقة نغط الى طاقة صوتية في الجرس اليدوي الكهرباء اضوء الحركة الحرارة فنختار الحركة تتحول طاقة الحركة الى طاقة صوتية في الجرس اليدوي رقم تمانية تتكون الكسبان الرملية عند تعرضها للتعريف بفعل الرياح الانهار السلوج الامطار بفعل بفعل الرياح نختار الرياح رقم ب صلي العمود بما يناسبه من العمود ب واحد قانون بقاء الطاقة نوصلها به لا تفنى الطاقة ولكنها تتحول من صورة الى اخرى رقم اثنين الرياح مصدر طاقة متجدد نوصلها بها يبقى الرياح مصدر طاقة متجدد السؤال السالس الف اك من الجمع التالية واحد تستخدم عربات اكتشاف المريخ البطاريات نغط كمصدر للطاقة البطاريات طويلة الامد فنكتب هنا طويلة الامد رقم اثنين من الخصائص المميزة للاخاديد العمق ونغط العمق وشدة انحضار الجوانب نكتب هنا شدة انحضار الجوانب رقم ثلاثة من مصادر الطاقة البديلة للوقود الحفري نغط التي يمكننا تعويض ما يستهلك منها في وقت قصير من مصادر الطاقة البديلة للوقود الحفري مصادر الطاقة المتجددة نكتب مصادر الطاقة المتجددة التي يمكننا تعويض ما يستهلك منها في وقت قصير رقم اربعة تعد الطاقة الضوئية ناتجة من المصباح الكهربي من نغط الطاقة من مخرجات الطاقة رقم خمسة بناء نغط يسهل استخدام طاقة حركة المياه في توليد الكهرباء بناء السدود نكتب هنا السدود رقم ستة تتصرر بعض الطاقة المفقودة من مجفف الشعر في صور الطاقة نغط في صور الطاقة مهضرة نكتب هنا مهضرة رقم سبعة تجمع بقايا السقور المفتتة من مكان ما هو عملية نغط هو عملية الترسيب نكتب هنا الترسيب رقم تمانية تضاريس مسلسة الشكل تتكون عند التقاء النهر مع البحر الدلتا فنكتب هنا الدلتا في رقم با أجب عن الأسئلة التالية رقم واحد عند دراسة الجلوجيين لواد ما وجدوا حفريات لبعض الحيتان برأيك ماذا كان هذا الوادي من قبل كان هذا الوادي من قبل بحر رقم اثنين استخدمت قديما طواحين الهواء لطحن الحبوب ثم تطورت الى التوربينات الهوائية التي تستخدم لتوليد الكهرباء ما هي الطاقة التي يعتمد عليها كل منهما لكي يعمل طاقة الحركة يبا يعتمد كل منهما على طاقة الحركة نكتب طاقة الحركة الاختبار السالس السؤال الاول واحد ضع علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية رقم واحد الاخدود هو احد انواع الوديان العبارة صحيحة رقم اثنين يختزن النبات الطاقة بداخله في يصول الطاقة ضوئية العبارة خطأ رقم ثلاثة تعتبر الشمس هي مصدر معظم الطاقات المستخدمة على الارض العبارة صحيحة رقم اربعة تعتبر الطاقة الحرارية لمجفف الشعر طاقة مهضرة العبارة خطأ رقم خمسة يجب ترشيد استهلاك الماء لانه مصدر طاقة غير متجدد العبارة خطأ رقم ستة يتكون النفط سريعا في فترة قصيرة عند نفاذه العبارة خطأ رقم سبعة حركة المولدات في محطات توليد الطاقة الكهربية تنتج طاقة وضع العبارة خطأ رقم تمانية يمكن تشغيل عربة استكشاف المريخ كيريو سيتي عن بعد العبارة صحيحة في رقم ب اجب عن اسئلة الاتية واحد تفتتت الصخور في منطقة ما ثم انتقلت الى مكان اخر فتكونت الرواسب وضح اسم العمليات التي زكرت في هذه العبارة التجوية والتعري والترسيب التجوية والتعري والترسيب رقم اثنين ما هو الوقود الذي يستخدم في محطات توليد الطاقة بنسبة كبيرة للحصول على الكهرباء الوقود الحفري فنكتبه الوقود الحفري السؤال الثاني الف اختر اجابة صحيحة واحد يحتوي الفحم على طاقة نغط مختزنة لتوليد الكهرباء هل طاقة كيميائية كهربية ضوئية حركة فنختار طاقة كيميائية برقم اثنين قطع الاشجار بصورة سريعة للحصول على الاخشاب يؤدي الى زيادة انتاج الاكسجين ازالة الغابات الحفاظ على البيئة تكون النفط فنختار ازالة الغابات رقم 3 اي من الجمل الاتية يعبر عن قانون بقاء الطاقة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم الطاقة ناتجة عن حركة الاكسام الطاقة لا تتحول من صورة الى اخرى تفنى الطاقة ونستطيع الحصول عليها من لا شيء فنختار الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم في رقم 4 يعتبر ضوء وحرارة الشمس مصدرا للطاقة غير المتجددة المتجددة القابلة للنفاذ الضارة فنختار المتجددة باعتبر ضوء وحرارة الشمس مصدرا للطاقة المتجددة رقم 5 جميع ما يلمي العوامل التي اعتمد عليها شكل الأخدود عند تكونه ما عدا نوع الصخور الرياح حجم النهر سرعة النهر فنختار نختار الرياح رقم 6 من الموارد التي نستهلكها بمعدل أسرع من معدل تكونها الرياح الماء الطاقة الشمسية الوقود الحفري فنختار نختار الوقود الحفري رقم 7 تتكون نغط عندما يصب النهر في البحر الأخديد الدلتا الكسبان الرملية البحار تتكون ايه تتكون الدلتا رقم 8 أي مما يلي يعد من عوامل التجوية الميكانيكية جزور النبات الانطار الحمضية نمو بعض الكائنات الحية أوراق الأشجار فنختار جزور النبات في رقم بق صي العمود ألف بما يناسب من العمود به واحد توربينات الرياح عنوصلها بي استخدمت لتحويل طاقة الرياح لكهرباء رقم 2 السدود عنوصلها بي بنيت لاستغلال طاقة حركة المياه في توليد الكهرباء السؤال الثالث ألف أكمل جمع الآتين واحد يتكون الفحم من بقايا نغط من بقايا النباتات الجاف نكتب النباتات الجاف رقم اثنين تستطيع توربينات المياه تحويل طاقة نغط إلى كهرباء تحويل طاقة حركة المياه نكتب حركة المياه رقم 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 تقوم الألعاب التي تعمل بالبطاريات بتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة نغط لتعمل إلى طاقة كهربية إلى طاقة كهربية لتعمل رقم 4 تتكون نغط عند ترسيب كميات كبيرة من الرمال بفعل الرياح تتكون الكسبان الرملية رقم 5 سيعتبر النفط نوعا من الوقود نغط بينما الخشب بينما الخشب نوعا من الوقود نغط يبا يعتبر النفط نوعا من الوقود الحفري هنكتب هنا الحفري بينما الخشب نوعا من الوقود الحيوي هنكتب هنا الحيوي رقم 6 تساعدنا نغط على تتبع مصارات صور الطاقة تساعدنا سلاسل الطاقة هنكتب هنا سلاسل الطاقة رقم 7 تعتبر نغط من العناصر المهمة لهبوب الرياح تعتبر الشمس من العناصر المهمة لهبوب الرياح رقم 8 عملية إزاحة الصقور المفتتة إلى أماكن مجاورة تسمى نغط تسمى التعريب في رقم B وضح مدخلات ومخرجات الطاقة في المصباح الكهربية 1. مدخلات طاقة كهربية مخرجات طاقة ضوئية وحرارية وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر